أهلا بكم من جديد أكد مستثمرون أسيوين وأوروبيون أن مملكة البحرين تعتبر بوابة نقليمية رائدة للاستثمار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بفضل مزايا بيئة الاستثمار الصديقة لرجال الأعمال وكثرة التسهيلات المقدمة للمستثمرين جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال الأوروبي الأسيوي 2018 بتنظيم مجموعة ريادة والذي حمل عنوان صناعة الإنجازات بمشاركة نخبة من المستثمرين من قارتي آسيا وأوروبا وناقش المنتدى فرص وتحديات الاستثمار في عدة قطاعات اقتصادية وعدة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي لضافة إلى الزراعة والرعاية الصحية والسياحة كما أكد المستثمرون المشاركون في منتدى الأعمال الأوروبي الأسيوي على أن البحرين مؤهلة فوق العادة لاستقطاب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال من آسيا وأوروبا بحكم موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط ومرونة التشريعات الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين وصلوا للبحرين الشركات الروسية من المختلف مناطق الروسية وده مهم جداً يعني وإنبارك خلال افتتاق واليوم خلال النقاشات واللقاة الصناعية أنا كالسفير أتمنى أن سيكون إيجابيات بالنسبة لأن إيجابيات مهم نحن نعرف أن مملكة البحرين دولة صغيرة بس اسم للندول اليوم البحرين الباب إلى الخليج وده مهم جداً يشهد العالم تغييرات متسارعة على سعيد تنوع بيئة الأعمال والتوجه المتزايد لابتكار والإبداع في مجالات الاستثمار مما يحتم على دول منطقة الخليج العربي وشرق الأوسط مواكبة هذه التغيرات ومجاراتها بما يخدمون مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى ونحن نأمل من خلال هذا المنتدى بحث العراقيل الماثلة أمام الاستثمارات بمختلف أنواعها واختصاصاتها لتشمل تكنولوجيا معلومات وسبل الارتقاء بالتجارة البينية بين الدول الأسيوية والأوروبية وتمتلك دول المنطقة وبخاصة مملكة البحرين في الوقت الراهن العديد من المقاومات المتميزة التي تجعلها وجهة تفضيلية للمستثمرين من غارتي آسيا وأوروبا خاصة مع توجه العديد من المستثمرين للبحث عن منصات إقليمية متطورة للشروع في مشاريع الذكاء الاصطناعي والابتكار التقني شرعت مجموعة ريادة بالتعاون مع شراكائها في روسيا وعدة دول آسيوية وأوروبية التحضير للمنتدى الأول للمستثمرين بهدف الترويج لمملكة البحرين كمركز إقليمي واعد للاستثمارات على مستوى المنطقة ويتيح المنتدى منصة مثالية لتبادل الأفكار والمعرفة والتقنية الحديثة بين مختلف المستثمرين ورجال الأعمال من قارتي آسيا وأوروبا بما يخدم إقامة مشاريع مشتركة واعدة على أرض مملكة البحرين مستفيدة من التسهيلات الكثيرة المتوفرة لرجال الأعمال ونحن نتوقع الإعلان عن عدة صفقات بين مستثمرين من روسيا وأوكرانيا وأذربيجان وكزاخستان في ختم فعاليات المنتدى لإقامة مشاريع في مملكة البحرين تشمل التكنولوجيا الحديثة والسياحة والزراعة والصناعة الأغذية كشفت بورصة البحرين عن إصدار ورقة استشارية حول قواعد الإدراج على موقعها الإلكتروني تمهيدا لتطبيقها في السوق قريبا ووضحت البورصة أنها قامت بتوزيع الورقة على الجهات المعنية في مصرف البحرين المركزي والمساهمين في بورصة البحرين بغرض الإطلاع على مرئياتهم حولها قبل البدء في تطبيقها في السوق وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن قواعد الإدراج تأتي ضمن جهود البورصة المبذولة لتطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية في إطار تنفيذها لخطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة والذي من شأنه المساهمة في تطوير قطاع رأس المال في المملكة ولن نتابع أسعار صرف دينار البحرين مقابل العملات الخارجية والعالمية نتابع نشرة الاقتصادية كمشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الأسبوع نبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1271 نقطة بارتفاع طفيف نسبته 0.03% وذلك عاد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثمانمائة وستة وثلاثين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 478 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 53 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 59% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة 1.37% مغلقا عند مستوى 8023 نقطة مدعوما بارتفاع غالبية مؤشرات البورصة السعودية ويتصدرهم قطاع الموارد الأساسية ننتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت الذي انخفض في تداولات اليوم بنسبة 0.15% مغلقا عند مستوى 4790 نقطة وذلك بتأثير سلبي من خفاض مؤشر قطاع الصناعة ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي شهد أيضا انخفاضا في تداولات اليوم بنسبة قارب 13 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 4244 نقطة وسط هبوط لمؤشر قطاع الطاقة في مقفل سوق دبي مالي بارتفاع بنسبة 0.36% مغلقا عند مستوى 2892 نقطة مدعوما بصعود بارز لمؤشر قطاع الخدمات التجارية في تداولات اليوم في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية ارتفاعا أيضا بنسبة قارب 10 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 4686 نقطة مدعوما بتقدم مؤشر قطاع الخدمات وأيضا التأمين قال وزير الطاقة وصناعة الإماراتيس هيل المزروعي في تصريحات تلفزيونية لقناة سكاينيوز العربية إن منظمة أوبيك تستهدف استقرار السوق وليس تحديد السعر وأوضح رئيس منظمة أوبيك الحالي إن المنظمة وضعت خطة تستهدف موازنة العرض والطلب بالنظر للمخزون الاستراتيجي مشيرا إلى أن منتجي أوبيك لا يستهدفون سعرا معينا للنفط من جانب آخر أشار المزروعي إلى أن الإمارات تركز حاليا على الاستثمار في قطاع التكرير والبيترو كيمويات على هامي شيء ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبيترو كيمويات هذه المواد الجديدة التي إن شاء الله سوف تنتج في بدينة الرويس راح يكون منها بداية لفردر داونستريم لقطاع الصناعة والوزارة عندنا مسؤولة عن قطاع الصناعة ونحن نعمل مع شركة أدنوك على الاستفادة من جميع هذه المواد ليقامة صناعات تحويلية لها إلى أن نصل إلى المنتج النهائي ينتج في الإمارات ويكون يعني يساهم في الناتج المحلي الإماراتي وهذا التكامل مهم جدا بالنسبة لنا لذلك نحن نعمل مع أدنوك من الآن حتى قبل إنشاء هذه التوسع الجديدة نعمل معاهم ما هي نوعية المصانع التي يجب أن ننظر أن نأتي بها إلى دولة الإمارات النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تأسيس بنك بيتكوين لتحويل القروض عبر شبكات الإنترنت رفعت منظمة ستاندرد أنبورس لتصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من بي مينس إلى بي مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة هذا وعزت الوكلة لرفع تصنيفها إلى إجراءات الضبط المالي وارتفاع معدلات النمو وزيادة حصيلة الصادرات وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم وقد أرجعت الوكلة قرارها برفع التصنيف الاتماني لمصر وللمرة الأولى منذ عام 2013 بسبب حدوث تطورات إيجابية على محاور رئيسية منها عودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو وأشار تقرير ستاندرد أنبورس بتراجع الضغوط على القطاع الخارجي كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنفسية السلاع والخدمات المصرفية قال كل من اتحاد الشركات في بلجيكا F.E.B. ووكلة التصدير والاستيراد أوكس إن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات اقتصادية سيكون له تأثير على الشركات البلجيكية وفقا لوكلة أوكس فقد بلغت صادرات بلجيكا إلى إيران نحو ستمائة مليون يورو تقريبا في أول أحد عشر شهرا من عام 2017 في حين بلغت الواردات من إيران مائة وخمسة عشر مليون يورو وقالت المديرة العامة لأوكس باسكال دي لوكو مينيت إن قرار ترامب سيكون له تأثير حقيقي على هذه الشركات في هذه القطاعات وهو سيف معلق على رقبة العلاقات التجارية مع إيران وسيكون لها بالفعل آثار نفسية لأن الشركات ستخشى من الانتقام على حد تعبيرها أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأمريكي بإعادة فرض عقوبات على طهران ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تابعات وقال ماس لصحيفة فليت أم زون تاج إنه لا يتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأمريكية وأضاف ماس إن الأوروبيون يريدون ضمان أن تستمر إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي وكرر هاس دعوات كل من المستشرة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية والسعار النفط والمعدن الرئيسية وفي الخبر الأخير أسس الألماني رادو سلاف ألبرخت بنكا على شبكة الإنترنت يسمحوا للعملاء بتحويل القروض إلى أي مكان في العالم باستخدام عملة بيتكوين الافتراضية وتستخدم منصة بيت بوند العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتفادي نظام شبكة المعاملات المالية العالمية سوفت لنقل القروض حول العالم بسرعة وبتكلفة بسيطة وزاد رواج الخدمة التي يقدمها ألبرخت بين العملاء منذ إطلاق شركته في عام 2013 ويعمل في مكتبه 24 موظفا من 12 دولة تدير قروض 100 عميل تصل قيمتها إلى نحو مليون دولار شهريا وقال ألبرخت إن معظم العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة أو العاملين بالقطعة وأن القروض المتداولة صغيرة نسبيا لا تتجاوز 50 ألف دولار ترجمة نانسي قنقر